ثلاثة اربع عقود اللاعبين بالذات مثلا في حمدي النقاز هو اللي وجهنا التوجيه صح في العقود بعد ما المجلس اخد قرار بتاع ان كابتن حمدي النقاز احنا كان عندنا مشكلة هو بالصدفة انا بنحكي وكان اخد حكمة في الاول يعني اخد حكمة بس ما سألنا المحامي المحامي قال لنا يفضل ان ما نكمنش في القضية هو قال مش اكيد ان الحكمة يعني هيتأكد اه ممكن يتلاغي بس الافضل حلها ودي احنا لقينا من وجهة نظرنا ان الحل الودي لان ساعتها ما كانش فيه امكانية انها ادفع حتى تسعمائة الف دلار او مليون ومتين الف دلار ولقينا الحل الودي ده برضو ظريف جدا انا حمدي معها بصرف النظر بقى عن ايه انها في الاخر نادي الزمالي كسب خمسين الف دلار يعني في الامضة بتاعة حمدي النقاز والفلوس اللي دفعناها له والفلوس اللي نادي يستردها من حقه يبقى النادي يكسب خمسين الف دلار بدل ما كنت اخد الرزق او ان انا يعني في مخاطرة ان انا ندفع تسعمائة او مليون او يتلقي القرار تمام تمام طيب دكتور حسين اكيد اول ما دكتور قشف صبح اتكلم معاك واعدت مع الناس بتاعتك وظبطت الهيكل نادي زي الزمالك نادي يعني نشاطته كتير جمهاريته عظيمة جدا ازماته كتت كتير جدا في هذا الوقت ميزانيته كتت عاملة ازاي خزنته يعني يعني عندك صرف اكيد مرتبة وعقود لعبين في كل القطاعات وفي كل كرة القدم وما شابه وما شابه يعني سلة طائرة يد كل حاجة يعني طيب يعني برضو خليني اقول ايه احنا ما بنتكلم انا بتكلم في توقيت دخولي للنادي وخروجي من نادي في توقيت دخولي من نادي انا مليش دعوة قبل كده كان بيحصل ايه انما انا خلاص دخلت انا عايز انجح ما بقعدش ابوص بقى على ايه اللي حصل قبل كده لا خليني اشتغل يا انت دخلت ولا عقود بقى اتهم ولا اعمل ولا اساوي انا بركز في بقرة مش في المبارك وبالنسبة لي كل الناس اللي خدموا في نادي الزمالك خدم نادي الزمالك من جوة نظر كل واحد اجابة سلبة التقييم للناس والتاريخ والكلام ده التقييم للناس مش لي او للتاريخ والناس مش لي خليني انا اشتغل من 23 مايو وانا عارف ان انا همشي يوم 22-11 23 مايو اما دخلنا ما كانش فيه غير مليون جنيف في خزنة كان علينا مديونيات رهيبة سواء للاتحادات الرياضية او للعبين او 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 الفترة السابقة اللي كانت قابلينا ممكن يبقى حصل فيها حاجات فترة اللي قابليها حصل فيها حاجات سواء هي سلبية او ايجابية مش خصتي انا خصتي في اللي قدامي بس لقيت ديون كتيرة جدا لا انا ديون كتيرة جدا تقليلا ممكن تقدر بكام الديون يعني الديون بس برضو ايه نبقى واضحين الديون اللي هي زي ما نسميها فيه جزء من ديون دي ديون سيادية اللي هي تأمينات وضرائب وضرائب وكده دي على كل نوادي مصر على كل نوادي مش نادي الزمالك فقط ودي بتتأسط ما بين الجهاد بتجدول مع الجهاد دي بتحصل اعادات واتفاقات وجدول اهم حاجة الابوريشون بتاعت النادي اللي هي ما يسمى النشاط الرياضي والنشاط الاجتماعي والمصير يعني التلاتة دول التلاتة دول وجهتنا فيهم مشاكل جمدة جدا لان مثلا الاتحادات الرياضية ما دخلنا كان فيه حاجة بتاعت 97-98 مليون جنيه ديون عن نادي اه طبع للاتحادات اللي هو تيجي تقادل عيب تيجي تتفق مع حاجة يقولك انت عليك دين كاس انت عليك ومش هتسجل ده مش اتحاد الكورة بس لا لا مش اتحاد الكورة بس كل الاتحادات الهندبول يا مثلا الهندبول كان كام تقريب يا الهندبول كان كام زمالك عالي كان معاك الارقام اه اه تقريبا كام الاتحادات دي 11 مليون للهندبول بس لأ خليني اقولك بس اه يعني ده شوريا فلقينا المديونية دي كلها إحنا دفعنا كم منهم برضا يعني إحنا تقريبا اللي تم دفعه في الفترة بتاعتنا 54 مليون مرتبات وخلافه للموظفين بما فيهم النشاط الرياضي والأجهزة الرياضية مش اللاعبين المصحقات كورة القدم دفعنا 55 مليون تعقدات جديدة حاجة و50 مليون عقود ومصحقات للألعاب الأخرى كل ده أنا في وص الموسم أنا في وص الموسم تجاه كمان في التلت الأخير من الموسم وجاي في آخر اللي هو توقيت اللي هو بتاع بتحقيق البطوات بقى دفعين للألعاب الرياضية اللي هم التلاتة الجماعية غير الكورة 38 مليون اللي هو سلة وطيرة ويد الدفعينهم لمين للأجهزة الفنية للعبين عقود اللعبين كلها عقود كل اللعب سددت 38 مليون بالأرقام ما فيهش زاريا الاتحادات الرياضية 16 مليون تم تسددها سددنا 18 مليون للجهات السيادية كل ده في التوقيت بتاعنا 16 مليون في الاتحادات الرياضية من كم مكت مديونية كم تقريب حاجة و 80 مليون كل الاتحادات كانت مديونية الزمالك حاجة و 80 مليون ما كانت شاكتب بس يعني انا مش متذكر قوي يعني قل بيتختار من 90 مليون اه تقريب تقريب وبعدين سددنا قضايا للفيفا 14 مليون بلقش خليني احكي احنا حاولنا يعني نتماشى في كل الأجواء بس انت متخيل انت برضو اما تدخل النادي انا برضو ملاقى لهم حد بس انا عايز كل الناس تحس بالموقف بتاعنا لا اصلا انا ممكن لو ما كانك انا ممكن انتطلع من الباب التاني يعني ادخل لقيت كده هم نلافف تاني وطلع من الباب التاني ده اللي احنا ما عملناهوش لأ خليني اقول يعني انك تخش تشوف الصعوبة دي التحدي وده تحدي رهيب تحدي نخد بالك نادي جماهيرية كمان يعني يعني كمان الناس مش بصة خالص للبعد ده ده الناس بصة للقب والبطولة والمنافسة في كل حاجة بقى خليني اقول ايه احنا ما بصناش السبب ولا مين السبب مش قصتي الدليخ هو اللي بيحكم على البشر يعني انا يعني زي ما بيقوله ايه مش كل الناس هتبقى حبة فلان او علان ان ده ما انا المهم ارضي ضميري وارضي عقلي وارضي نفسي انا عن الشغل اللي انا قضيت سواء انا او اللجنة انا بكلم انا باسف اللفظ مش بقول حسين انا بتكلم طول عمرنا احنا عملنا عمل مؤسسي وانا جاي من لعبة جماعية يعني معناش واحد بيكسر فرقة كلنا بنقسب يا كلنا بنقسب انا هنتكلم على النجاحات كل كل فايل كل فايل انت قسمت التسويق بالادارة المالية بالشغر ده ده فايل مزبوط الجانب الفني كان فايل النشاط الرياضي هنتكلم عن النجاحات دي كله الحقيقة بس انا عايز اسأل سؤال فضل هو انتو حاجة من اتنين يا دعاكتو فانوس مثلا فطلع لكم مغارة علي بابا فلاقيتو فلوس انت حرك بتقولي سددت معرفش هنا 30 مليون هنا 40 مليون هنا 20 مليون هنا وانت بتقولي داخل فيه مليون واحد في الخزنة داخلين مليون مش كده اه او فيه كلام قالك ان الدولة الدت اللي كنت حسيرين بمئة مليون ولا تعريفة الدولة دت هن اه بس الكلام ده مهم يا جماعة اخبروا بالكم لان الكلام اللي بيقضي اتردد وده انا شايفه يعني بشوفه بمنظورين اولا اجهاد لشغل الناس دي يعني ما اتقال ان الدولة راحت لزقدتهم 100 مليون جنيه مع كابتان عسين اللبيب عشان يسدد ويعمل ويناد الزمالك يفوق ده كلام اتقال كده على رجل اكيد سمعت الكلام ده فده اجهاد لشغل الناس دي طب انا عايز اقطعك هنا اه من ضمن اهدافنا وهبقى يعني ابقى اقولها بعد كده انا كان اهم حاجة عندي اما يتقال ان الزمالك بتوع المظلومية وهم هتقولوا النار بيقولوا النهاردة مش الزمالك المظلوم بس بس انت عايز تفاهمني انا بقوله هو عالري احنا ان الاهلي لا انا منيش جاعة بأي انا اني بقوله حاجة واحدة انا بقوله الكلام بقى بشكل اوضع انا طلعت مع الاساس ابراهيم عيسى في اوائل دخولي الناس زمالك وتسألت سؤال مباشر لن يكون الزمالك المظلومية قلت كده بالزبط الزمالك قادر على انه مبقاش مظلوم عن طريق الناس اللي هي بجوه النادي وبتحب النادي وبتعشق النادي وهتشتغل للنادي فبالتالي كسبنا جميع البطولات يعني النابت ده بدأ من عندك يعني اللي مفيش حاجة اسمها زمالك المظلومية بس مش من عندي من نادي الزمالك مهم النادي الزمالك ما انتم بتمثلوا نادي الزمالك يعني انتم في الاخر انتم ناس معجونين بنادي الزمالك من لجنة فاللجنة النابت ده بدأ من طريقة الادارة دي طبعا انه مش حاجة اسمها مظلومية احنا نادي الزمالك نادي قوي وهنكسب اه والغاية دلوقتي بنكسب مهما كانت اه مهما كانت الظروف طبعا